أنا كنت بسأل سؤال لها علاقة به هل محمد شريف ممكن يبقى ورقة مهمة في المبرازة دي غير شادي حسين ولا هو اعتماده على شادي حسين كمهاجم أول في الآلة دلوقتي بالنسبة لمارسي الكولور يا محمد شريف اللي هو خبرات قدام نادي الزمالك بيسجل أهداف قدام نادي الزمالك متمرس في المبرازة تلكم هل ممكن يبقى شريف خيار ولا تواقع عن شادي حسين اللي يلعب الشريف بس لو سألتين أنا من يلعب شادي ولا شريف هلعب شريف مطشط القمة دي سلاحظوا حدين لأي لعب جديدة أو أي صفقة جديدة لو سجل فيها وكان نجم المباراة هتفرق معاه هتفرق في مستقبله مع النادي الزمالك على العكس لو شادي لم يوفق في مباراة زي دي هتأثر عليه هتأثر على مستقبله مع النادي الزمالك فأنا أفضل دايما اللعب المتمرس اللعب اللعب في مباراة القمة وقدر يسجل وعتقد أن محمد شريف سجله في مباراة القمة كان جيد ويشفع له أنه هو يتواجد خصوصا أنه ما كانش فيه تفضيل لشادي في المباراة الأربع مباراة الفاتو بشكل مستمر كان تواجد شريف فترة أساسي وبعد كده شادي دخل ففيه مفضلة والمفضلة دي لو مطروحة قبل المباراة فأعتقد أن شريف هيكون ليل أولوية حاجة تاني كمان أنا بتوقع في المباراة ما توقعش برونو من بداية المباراة لأن برونو أجواء جديدة عليه مباراة الزمالك آه هو العيب محترف والعيب جاي من البرازيل بس في نفس الوقت أجواء مباراة القمة أعتقد أن هي أجواء تكون جيدة لأفشة شوية لأن أفشة بقاله فترة طويلة بعيدة عن مستوى وفيه فترة انتقادات من جمهير النادي الأهلي فقدامه هتكون المباراة بالنسبة له دفع كبير أنه هو يقدم مستوى جيد خصوصاً أن المباراة الأكبر في تاريخ أفشة كانت مباراة ضد نادي الزمالك فأنا التغييرين دولة الهجومين أعتقد أن أفشة وشريف ممكن يكون لهم أدوار في المباراة اتفع مع فاروق ولا اتفع مع فاروق أنا شايف أن هو الأفشة دي حسين شهيد فكرة أفضل مين أفضل الشمين هي بناء على التاكتيكس اللي هيلعب بيها زي ما جمال شرح بيقولنا وبيلعب 3-5-2 طريقة بتاعته وبيلعب كومباكت بداية المساحات بشكل كبير جداً محمد شريف قوته دايماً في المساحات اللي هو مش عاوز يخلقها فريرة لنادي الأهلي وهنشوف برضو بالحالات وهنشوف أن الزمالك دايماً بيدوم لجوه الملعب فدايماً شادي حسين قراراته جوه التمنتاشر وقراراته دايماً أنه بيقدر يطلع بره التمنتاشر ويقدر يسحب واحد من الستوبر أو من الاتنين سنتر باك معاه ويقدر يعمل روتشن أو سويتشات ما بينه وما بين الأجنحة دي مش موجودة عند محمد شريف شادي عنده مرونة شوية أنه يقدر ممكن يزيد كاجنح فهو بيقوم بدور مش فرود بس وممكن يطلع بره ويخش جوه حد من الاتنين أجنحة فأعتقد أن شادي حسين خصوصاً كمان في الزحمة شادي حسين ممكن يبقى أفضل في الواحد على واحد أو قراراته جوه التمنتاشر أو في التلت الأخير ممكن تبقى أفضل محمد شريف اللي دايماً بيحب دايماً يعتمد على الكرة اللي في ظهر الدفاع اللي على طول بلعبها بيبينه وبشمله وانتطش على طول هو قراره الأول دايماً جوه منطقة الجزاء اللي هو أول ما كرة جيله يمينه وأشماله بيسدده محمد شريف بعيد عن مستوى شادي حسين جاي فيه شغف كبير جداً الراجل عاوز يدي حاجة للنادي الأهلي وعارفين طبعاً هو أهلاوي من زمانه والكلام ده كله فأعتقد أن شادي حسين ممكن يكون القرارة من وجهة نظري عشان خاطر الزحمة اللي بتتعمل لأنهنا برضو في الحالات وأكيد برضو جمال كان يستكلم معاه قبل اللي هو نشوف إزاي الراجل بيقدر ينزل يسحب حد من الاتنين ستوبر وتلعب له في المكان الفاضي غير محمد شريف